أهلا بحضراتكم وارا تانية العالم على أرض مصر ده العنوان الكبير اللي شفناه بارح في معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته الخمسة وخمسين واللي فتح أبوابه للجمهور وتخطى زواره المتين ألف زائر خلال يومه الأول طبعا لأن معرض القاهرة الدولي الكتاب هو ملتقى للعالم كله كان من الطبيعي أن تكون مشاركة مكتبة الإسكندرية واحدة من أهم المشاركات في المعرض بمجموعة كبيرة ومهمة من الإصدارات والمشاركات بمحاور البرنامج الثقافي للمعرض واللي هنتعرف على التفاصيل أكتر عنه من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية واللي منورنا في صباح الخير يا مصر يا دكتور صباح الخير يا فتن أهلا بيك صباح الخير يا صباح الخير يا سنة صباح المرأة لحضرتك طبعا لكل تأكيد طيبين بمناسبة المعرض وبمناسبة العام الجديد وحضرتك طيب يا فتن مبخير دايما ما فيه شك أنه لما نيجي نتكلم عن مكتبة الإسكندرية وهي تاريخ طويل من العمل في المجال التنويري والثقافي كان لابد من وجود دور قوي ومشاركة فعالة في المعرض في نسخته الخمسة وخمسين هنتكلم مع حضرتك في البداية عن شكل الحضور بالنسبة للمكتبة الإسكندرية في معرض القهر الدولي كتاب أولا لما يبقى فيه معرض كتاب يعني لازم تيجي مكتبة الإسكندرية لأنه إحنا بشأن الكتاب وبشأن الكتب وإحنا نفسنا في المكتبة بنعمل معرض كتاب أيضا في الصيف في الشهر يوليا من كل عام فإحنا بنستعد استعداد كبير جدا للمعرض كل سنة يعني ونحاول إن إحنا ندخل المعرض نوعية معينة من الكتب وإصدارات جديدة كلها في معظمها ما تكونش إصدارات متكررة يعني وأنا من هذا المقام يعني بصراحة بأتقدم للعاملين في وحدة الناشر إحنا عندنا في المكتبة وحدة ناشر كبيرة جدا وفيها مطابع وفيها مطابع حديثة جدا وفيها مكان يعني حديث جدا الأستاذة ماروة عادل هي المسكن الواحد فإنا بأتقدم لها بالشكر هي والزملائها والعمال الموجودين والفنيين والمهندسين الموجودين معها في العمل لأنها يعني خلال الشهور اللي فاتت يعني أنتجت لنا كل هذه الكتب اللي موجودة قدامنا يعني في وطبعا وغيرها كلها إصدارات جديدة كلها ومعظمها إصدارات جديدة يعني فيه معظمها إصدارات جديدة وإحنا طبعا بنختار روعية معينة من الكتب اللي بتعكس فكر المكتبة يعني المكتبة عندها بتهتم بالفن وبتهتم بالتراث بتهتم بالعلم وبتهتم بالجوانب الفكرية بتهتم بالترجمة فهتلاقي فيه كتب مترجمة هتلاقي فيه كتب تراثية فيه كتب بتعمل أركيزينج يعني أرشفة يعني توسيق زي كتب مثلا تلاقي كتب هنا عن مدينة الأسكندرية بيوسق مدينة الأسكندرية دي وبيقدمها وبتصورها تلاقي كتب عن مثلا حديقة الأرمان مثلا في كل نبتة في الحديقة موجودة وعندنا يعني في صورة برقمنة وفي صورة ورقية هتجت كتب عن الأثار المصرية القديمة هتجت كتب مترجمة يعني فيه كتاب هنا مترجم عن واحد مجري كان عاش في مصر من سنة 1882 لغاية 1915 وهو اللي عمل كل ما يتعلق بالأثار الإسلامية المصرية محدش يعرفه يعني احنا بنحاول ان احنا حتى نقدم بعض الحاجات اللي موجودة في التاريخ التي يعني يمكن للشباب انه يعرفها ممكن نجي للأجال الجديدة انها تعرف هو اللي عمل اللجنة لأثار الإسلامية هو اللي أشرف عليها هو اللي أضار باتحف الأثار الإسلامية هو اللي أسسه يعني فمنحاول في المكتبة أهم حاجة بقى الكتيبات الصغيرة دي اللي حضرتكم شايفينها ودي احنا بنعملها للشباب الصغير للأطفال والشباب يعني من سن 15 كده الغاية سن 25 بنقدم فيها الفكر العلامي والفن العلامي والأدب العلامي كله في شكل كتيبات صغيرة يعني بنحاول ان ندي له ثكرة كده انه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي مش احنا بس دفيل عشان هي يعترف بالآخر ويبقى العقل بتاعه تعدو دي وقايم على فكرة انه يعني لايس أنا لا أعيش في العالم واحد ولكن الدنيا أكبر مني الدنيا متسع يعني عشان نضيع تطرف من موقع طيب دكتور الحياة انه يمكن محور العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي من أهم المحاور اللي بيهتم بها المعرض السنادي ويمكن مكتبة الاسكندرية بالفعل هي صباقة في هذا المجال تحديدا عايزة عرف من حضرتك ازاي اولا مكتبة الاسكندرية قدرت انها تهتم بفكرة الديجيتاليزيشن او الرقمانة والذكاء الاصطناعي وازاي قدرت تشارك به في معرض القرى الدولي كده طبعا الرقمانة دي يعني هي مصير العالم المعاصر واحنا يعني كل التطورات اللي بتحدث في العالم المعاصر كل يوم مستجدات في مجال الرقمانة احنا شغلين في الرقمانة على يعني في هذا المستوى على تلات مستويات في المستوى الاول بنحاول ان احنا الرقمان الكتب اللي موجودة في المكتبة بالفعل واحنا عندنا معمل كبير للرقمانة بيعمل حوالي تلاتين الف صفحة في اليوم يعني عنده طاقة رهيبة في القدرة على الرقمانة ولذلك احنا لو قلنا رقمونة الكتب هنجد ان مكتبة الاسكندرية هي الاولى يمكن في العالم العربي مش هنجد اقول في العالم يعني اللي فيها كتب مرقمانة احنا وصلنا لعدة ضخمة جدا فوقنا نصف مليون كتاب وبنحاول ليست كتب فقط احنا بالرقم المخطوطات وبالرقم الخرايط وبالرقم المجلات المجلات بالرقم الصخف يعني ممكن تجد صخف باكملها من ساعة مصادرة الغاية دلوقتي موجودة ومرقموة في مكتب يعني تقريبا كل مقتنائات المكتبة يعني ان كان كتب او زي ما حدتك قلت او خرائط كلها يعني بيتم حفظها على مثلا الكمبيوترز او بشكل او باخر احنا اولا هي بتتحط على موقع المكتبة ونتيح منها الحاجات اللي هي الحقوق الناشر بتاعتها يمكن ان هي تكون حقوق عامة مملوكة للكل لانه ما نقدرش احنا كل كتاب يعني نفرض ان فيه كتاب صدر السنة دي مثلا وانحنا عملنا له رقمنا احنا ما نقدرش ننشوره لانه احنا نتيحه للقارئ داخل المكتبة يعني احنا كنت هنؤثر على الصناعة طبعا حدثك عارف القانون بقى يمنعك من ان انت ودي صناعة كمان يا فندم احنا كنت هنؤثر عليها طبعا لان انت بتتعدى على حقوق المؤلف فلما يبقى الحق متاح نحن ننشر انما عندما لا يكون الحق متاحا فنحن لا ننشر احنا بنعمل حاجة تانية في الرقمنا ودي تعتبر حاجة مهمة جدا ان احنا بالرقم المتاحف 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 في المكتب يعني احنا بالاشتراك مع الجانب الايطالي عملنا رقمنا للمتاحف الاثاري اللي موجود داخل المكتبة الاسكندرية بحيث انهم من خلال الميتا فيرس من خلال نكتب زندارة كده تقدر تطوف داخل المتاحف كله وتقدر تدخل داخل المتاحف وبنحاول ايضا من خلال مركز التراث اللي موجود في القرية الذكية احنا عندنا مركز التوسيق التراث الطبيعي والحضاري في القرية الذكية ده يعني مخصوص عشان يعمل توسيق للتراث الطبيعي والتراث الحضاري الثقافي يعني كل النباتات والحيوانات والشجر والمسايد والكنائس والحصور وكلها بيعمل لها رقمنا يعني بيعمل لها ارشافة ديجيتال بحيث انه احنا كمان بنعرضها على حاجة اسمها الكلة الشرامة الشباب او الزائرين المكتبة يقعد ممكن نديله نعرض له الحاجات اللي احنا بنمساقها بنعمل كمان افلام قصيرة بدأنا نعمل فيها بدأنا نعمل سلسلة من الافلام اسمها اسمها عارف عارف برضو هدفها رفع مستوى الوعي يعني احنا بنعمل الفيلم في مدة دقيقة او دقيقتين وبنقول الشخص بيدخل كده بنحطه على الموقع اليوتيوب يعني القناة اليوتيوب اللي موجودة على المكتبة وده مشروع لسه هنطلقه يعني لم نطلقه احنا عملنا منه حوالي 30 فيلم وشغالين فيه انه هو يعرف تاريخ بلده انه هو مثلا عارف مين هو سعد الزغنون مثلا يعني بدي مثال بسيط جدا يدوس كده يدخل يدي له فكرة سريعة عن الزعيم سعد الزغنون ده كويس جدا ومهم للاجيال اللي جاية وحتاج بتكلم عن الرقمنا مهم ان احنا نوثق كل الارشيف اللي موجود في المكتبة والخرائط والمخطوطات الموجودة والكتب القديمة عشان الاجيال اللي جاية ده مهم وعلى جانب اخر زي ما حدك ذكرت برضو انه بيتم رقمانة المتاحة فشان نتيح للمهتمين بمكتبة اسكندرية والمتاحة الموجودة فيها ان هم يزور المتاحة في هم في مكانهم يعني نسهل عليهم اكتر احنا لما يوم الجانب الايطاني ما افتتحنا المشروع ده يعني كنا من خلال الاساليب التكنولوجية بنقدر نتجول في مدينة روما بنقدر نتجول في الفاتيكان يعني واحنا موجودين هنا في القاهرة وهو كمان لما بياخد الجهاز ده بيقدر يتجول داخل المتحف لانه هي كله بيبقى موجود على فلاشة اول ما بتحط في الجهاز بتقدر تشوف كل حاجة وتقدر الصورة تبقى يعني يعني فيها ابعاد مختلفة يعني تقدر مثلا انت بتدخل على المجموعة بتاعت مثلا تتعال كامون مثلا فتروح داخل على التمثال تقدر تدوره وتقدر تشوف دهره وتقدر تشوف جنبه وكده يعني واحنا عندنا بصراحة يعني مرة تانية في المكتبة فيها كفاءات عالية جدا من البشر يعني بصراحة يعني والضربين جدا جدا وعندهم كفاءة عالية جدا جدا وعارفين المهام اللي بيعملوها حتى في انتاج الكتب انت لا تجد الكتاب لما بيدخل المكتبة لا يطبخها كذا يعني كده على طول ان احنا يعني ده بيدخل فيه عمليات لدرجة مهوة كل كلمة فيه بيراجعوها هل هي مكتوبة صحة يعني متاخدة من المرجع الصحيح يعني لو حضرتك راجع للمرجع بنرجع احنا كمان للمرجع بنرجع احنا منشوفه هل الكوتيشن ده سليم ولا مسليم وبعدين بتراجع لغة عربية وبعدين بيدخل تاني مراجعة من فنية وبعدين يتعامل له غلاف وبعدين يخرج فيه شكل يعني ما باش كتاب كده يعني لان الكتاب صناعة دي بحطك قلت في الاول الكتاب صناعة ما ننفعش ان احنا نخلي الصناعة دي تبقى صناعة متدهورة لا صناعة تبقى صناعة راقية جدا يعني طيب دكتور حينك المكتبة الاسكندرية يعني منذ قديم الازل حقيقة وهي خلينا نقوم الجامعة المعرفة في مخطوطات بيبقى دايما فيه دور كبير جدا نتوثيق حتى العصور المختلفة فكرة توثيق الاحداث او المشهد الثقافي عمتا في مصر ازاي مكتبة الاسكندرية قدرت انها تطور من هذا الدور على انها تكون كمان شاهدة على العصور الثقافية المختلفة اللي بتمر بياها مصر احنا جزء من المهمة بتاعتمكتبة الاسكندرية انها تبقى مفتوحة على التاريخ وتبقى مفتوحة على الماضي وتبقى مفتوحة على الحاضر وتبقى كمان مفتوحة على المستقبل فإحنا بنشتغل على كل المستويات دي فبنعمل إحنا فيما يتصل بالتوسيق التاريخ المصري يعني وجهد كبير جداً نفسنا نعرفه للناس لأنه من حوالي أسبوعين كان عملنا مؤتمر كده للمثقفين صغير واخدناهم القرية الزكية في مركز التراث الحضاري فهو كان أحد المطالب بتاعتهم إنه الناس تعرف المكان ده ما فيش حد بيعرفه بشكل وإحنا عندنا قدرات فنية في هذا المكان بنستطيع إن إحنا يعني نعمل مشاريع منها المشروع اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي اللي إحنا بدأنا فيه بالفعل إن إحنا نشوف في مصر في القاعدة العريضة للمجتمع المصري في الريف وفي المجتمعات الحضارية فيه كتير جداً من الأنشطة غير الموسقة يعني محدش يعرف عنها حاجة يعني ممكن تلاقي واحد في قرية بعيدة بيصنع مثلاً نعمل الصناعات نادر جداً وإحنا ما نعرفوش ومش لديم يكون حرفة من الحرف اليدوية يعني مش لديم يكون بيشتغل في الخرص أو بيشتغل في ممكن يكون بيعمل حاجة فإحنا بنحاول نوسق ده نعمل خريطة للصناعات الصناعات اليدوية والصناعات التنموية أو يعني التدفقات بسميهنا كده التدفقات التنموية اللي موجودة في القرى واللي موجودة في المجتمعات الحضارية بحيث أن إحنا يبقى عندنا في مصر خريطة كده أنه لما بص على محافظة أسوان هابعارف أن فيها كل قرية فيها آه فيها مثلاً واحد بيصنع صفن مثلاً أو بيصنع قوارب صيد أو بيصنع شباك صيد أو بيصنع ما أو عنده مثلاً مصنع عمله لصناعة أنواع معينة من العلف للطيوء مثلاً يعني فبنعمل ده وبنعمل مشروع تاني في الزهن البساح لسه يعني هنبدأ تنفيذه أن إحنا نعمل حاجة اسمها المتحف الإسنغرافي المصري المتحف الإسنغرافي ده بيبقى عبارة عن متحف بيعكس أو يعرض كل الثقافة المصرية يعني مثلاً أنا هروح دبياط مثلاً فأعرض له الزي الدمياطي أعرض له الصناعات هوية المحافظة الصناعات الدبياطية أعرض له الأكل الدمياطي أعرض له ويبقى ديجيتال يعني لو العادات والتقاليد يعني إزاي بيحتفلوا بالأفراح إزاي بيحتفلوا بال إزاي بيحزنوا إزاي بيفرحوا إزاي بيغنوا تبقى فيه شاشة موجودة كده ممكن الشخص بيدخل على الكمبيوتر يعرف فكرة عن المحافظة دي ويعرف إيه الثقافة بتاعتها وبعدين يبص كده حواليه فيلاقي الحاجات الثقافية المادية معروضة فنعمل لكل المحافظات وإحنا عندنا يعني بنفكر في إنشاء مبنى جديد للمكتبة في ممطقة برج العرب يعني مقترح أن نسميها دار مكتبة الأسكندرية للابتكار والمعرفة والابتكار وحيبقى فيها يعني هذا من ضمن مكوناتها هذا المتحف الإسنغرافي وطبعا ضمن أشياء أخرى يعني أننا يعني هنعمل بس من يعمل يا فندم على جمع كل هذه المعلومات وتوثيقها يعني دعم يا فندم يعني مين اللي بيبقوا مشاركين في هذه المشروعات أو حتى فكرة التوثيق وتسجيل الثقافات المختلفة حتى الموجودة في مصر فأكيد فريق عمل كبير أوي لا ده إحنا ده المشروع ده لسه ما بدأناهوش المشروع اللي أنا بتكلم عليه ده يعني ممكن يكون عندنا حاجات منه موجودة بس إحنا بنعمله في المكتبة على فكرة المكتبة على فكرة فيها 2400 موظف يعني فيها قوة طاقة بشرية ضخمة جدا جدا وبعدين إحنا ممكن في بعض المشروعات بنستعين ببعض الناس من الجامعات من المراكز البحثية من اللي إحنا محتاجين بنقدر نستعين بناس من دول وبعدين يعني فيه تعاون بين جهات مختلفة فإحنا عندنا على فكرة الإمكانيات موجودة وبتوفرة وإحنا ممكن نعمله في خلال سنتين يكون خلصان يعني ما فيش أي مشكلة إن شاء الله يفن بكل التوفيق في هذا المشروع المهم لكن نحن نتكلم عن دور المكتبة في معرض الكتاب إحنا شايفين مجموعة كبيرة من الكتب والكتيبات اللي حضرتك موجودة مع حضرتك دلوقتي الكتب دي محتوىها متنوى شايفين بلغات غير مصرية وشايفين محتوى ما بين كتب كبيرة ما بين مجلدات ما بين كتيبات على أي أساس تم اختيار هذه المجموعة للمشاركة في المعرض لا إحنا أول كتب بنجيبها في المعرض الكتب الحديثة للنشر يعني اللي لسه منشورة ما فيش حد شافها لسه فدي بنجيبها بنجيب يعني كل الكتب اللي هي الصغيرة دي اللي هي بتاعت الشباب كلها مطبوعة العام الماضي يعني ما هيش يعتبر كتب جديدة في حوالي عشر كتب بس إحنا مش جايبينهم كلهم أو 12 كتاب ودات خالص يعني في بعضها يعني مثلا عندنا كتاب عن حجر رشيد عندنا كتاب عن فنار الأسكندرية عندنا كتاب عن اللغة الهيروكولفية القديمة عندنا كتاب في بقى نوعية من الكتب أو منشورات دي اللي هي تعرف دايما في كل حتة كده ببقى فيها ركيزة قوية كده ثابتة محدش يقدر يحركها اللي هي الكتب التقيلة زي الكتب اللي حدك شايفها دي دي بتشاركوا في كل نسخة دي أولا انتاجها مكلف جدا وهي كتب من الكتب اللي يعرف نسميها كتب بقى أصبحت كتب كليسيكية يعني الكتاب اللي بيوسخ مدينة القاهرة اللي بيوسخ مدينة الأسكندرية وإحنا بنهدي للصفرة وبنهدي لكل الزوار اللي بيجوا المكتبة ده على طول بنعرضه كل سنة في المعرض لأنه عليه إقبال كبير جدا وبييتم فيه نوعية تالتة بقى من الإصدارات بتعملها مكتبة الأسكندرية اللي هي المجلات العلمية اللي إحنا عندنا مجلة اسمها ذاكرة مصر موجود عدد منها هنا هو ومجلة تانية اسمها ذاكرة العرب واحدة بتحكي عن بتجيب حاجات برضو بالإشارة إلى السؤال اللي سألته حضرتك على التراث بتجيب دائما بتنشط الذاكرة المصرية في موضوعات يعني مثلا أصدرنا عدد في حرب أكتوبر عن حرب أكتوبر وعن الذكريات بتاعة حرب أكتوبر وعن فهي بتلعت يعني تبقى ماشية مع الأحداث وتكون الزاكرة في خلفيتها وهذه المجلة من أكثر المجلات مبيعا فيه مجلة تانية اسمها ذاكرة العرب عندنا مشروع اسمه ذاكرة العرب إن إحنا بنجمع بيانات من الوطن العربي كله كله وبنحاول إن إحنا نعرضها عمدنا عملينها ديجيتل يعني رقما ما كل بلد عربي بيبقى تدوس مثلا العراق فيحكي لك على تاريخ العراق ويعرض لك بعض العادات والتقاليد اللي موجودة في العراق أهم الأحداث اللي مر بيها العراق التاريخية عملنا بقى بجانب هذا مهم كمان يا دكتور لربط الشباب الجديد في الشعوب العرب طبعا فعملنا مجلس بقى ذاكرة العرب وبرضو من المجلات لأن إحنا عندنا مراكز بحسية كمان في المكتبة حوالي 14 مركز بحسي بدءا من المركز المتخصص في المخطوطات وفي الأثار والدراسات الاستراتيجية والدراسات الإسلامية والقبطية واللينستية يعني مراكز كل مركز أو بعض المراكز دي بتطلع مجلات علمية فاحنا برضو بنعرض للمجلات العلمية آخر حاجة من المنشورات إحنا بنعمل عندنا أنشطة ثقافية وأنشطة فنية بنعمل حاجة اسمها حوارات الأسكندرية كل شهر بنعمل حوارية عندنا حاجة اسمها نصر الغد بنتكلم فيها عن الإنجازات المصرية اللي بتحصل في العالم المعاصر اللي احنا عايشين فيه عندنا منتديات ثقافية فبنطلع ده في شكل نشرات كل ندوة من الندوات دي بنطلعها في شكل نشرة وبنوزحها وتبقى موجودة برضو ديجيتال برضو بنعرضها من ضمن الحاجات اللي بتتعرض في المعرض يعني بنجيب المعرض كده بدايته الكتب الجديدة وبقى نجيب وراه بقى زيول المكتبة كلها بقى تتحط في جشد المكتبة كله عندكم خبرة أكيد من المشاركات السابقة في جمهور المعرض بيحتاج أي نوعية من الكتب طبعا هو فيه نوعية يعني فيه كتب يعني وفيه كتاب احنا عندنا مقلفه صاحب الفضيلة الدكتور أسامة الأزهاري عن مشاهير الأزهر وفي عدد من المجلدات الكتاب ده بيوزح كله احنا بنجيبه نحطه يعني تلاقيه عدد كبير من المجلدات وعندنا كذا كتاب بهذا يعني بيحكي تلاقي الكتاب عبارة عن مجلدات ثلاثة أو أربعة أو خمسة ده بيبع لي إقبال وبعض الناس من البلاد العربية يعني أنا وانا في المعرض يعني بالأمس وذا تكرر برضو في العام الماضي وجدت ناس عارف حضرتك أنه ناس كتير جدا من جنوب شرق آسيا بيجوا ودريسوا في الأزهر من اندونيسيا ومن جنوب شرق آسيا ومن ماليزيا وكده يعني كل الأندونيسيانين موجودين على النمطقة دي اللي فيها الكتب التراصية والكتب اللي فيها هذا الكتاب فإحنا يعني بنبقى عارفين مين هو الجمهور لمجلة ذاكرة العرب دي وذاكرة مصر فيه ناس معينين بيجوا ياخدوها في كتب بتبقى تحقيق لمخطوط يعني المخطوط ده قديم ولم يصدر من قبله وإحنا ونتصور إن الكتاب ده ما بيبيعش وكده يعني ممكن واحد مصقف يكون عامل الكتاب يقولك الكتاب بتاع بس الكتاب بتلاقي كتاب المخطوط ده بيبيع أكتر من الكتاب اللي هو العادي الصغير لأنه فيه ليه زبونه الخاص ليه الشخص اللي بييجي مخصوص وإحنا عندنا يعني الدكتور أيمن فؤاد ليه أحد المخطوطات رجل كمير جدا أستاذ تاريخ عظيم يعني متخصص في تحقيق المخطوطات المكتبة نشرت له أكتر من تحقيق المخطوط ونشرت له السنة دي مخطوط من المخطوطات اللي هو حققها نهيل طيب دكتور ديف شرف مرض الكتاب السنة دي هي مملكة النرويج ويمكن تبعنا أيضا الإشادة بمكتبة الإسكندرية أمس عايز أعرف من حضراتك دور التعاون الثقافي الدولي من خلال مكتبة الإسكندرية بكتبة الإسكندرية لها تعاون دولي قوي جدا لأنه يمكن المكتبة في بداية ظهورها في يعني يعني بداية القرن كانت كانت مش معروفة عالميا إلا لدى فئة محدودة ولذلك هي كان بوز الجهد كبير جدا من خلال طبعا إدارتها السابقة في أن هي تبقى فعلا عالمية وأصبحت الآن المكتبة خلال العشرين المكتبة دلوقتي بتحتفل بعشرين سنة 22 سنة تاريبا أو 21 سنة فالأصبحت يعني إحنا دايما نقول إيه الزمن مختلف عن الزمن يعني دلوقتي أصبحت المكتبة العالمية لأنه في بعض الناس يقول لك يعني إزاي المكتبة نستطيع أن نحولها إلى مكتبة عالمية هي بالفعل لمكتبة عالمية وأنه إحنا بيجلنا صفراء من كل أنحاء العالم وبيزوروا المكتبة لما يبقى فيه سفير على فكرة جايوا له ضيوف من بلد وبيروح يعني باعت باعتوا الضيوف دول يزوروا مكتبة الأسكندرية بيطلبوا مننا تعاون وإحنا عندنا تعاون مع كتير جدا عندنا تعاون مع بعض البلدان في في أمريكا اللاتينية عندنا تعاون مع بلدان في أوروبا عندنا اتفاقية كبيرة مع معهد مركز البحث الوطني في فرنسا في نظام الرقمنة يعني بنعمل بنشتغل مع بعض في الرقمنة عندنا علاقات قوية مع الوطن العربي يعني عندنا مع إحنا كان بالأمس يعني كان فيه لقاء من حوالي ثلاثة أيام مع مدير مركز اللغة العربية في أبوظابي الدكتور علي بن تميم وعملنا مع ندوة بالأمس فيه عاملين جناح كبير في المعرض الندوة عندون البكتبات لأنهم عندهم مكتبات وفيه اهتمام بالمكتبات وفيه اهتمام باللغة العربية فإحنا بدأنا نعمل معهم شغله وهم هيعملوا في العام القادم هيخلوا مصر اتباهية ضيفة الشرف عظيم وعملوا احتفالية بساعة الدرويش وإحنا شاركنا فيها يعني عندنا النهاردة بالساعة خمسة ونصف في بيت السناري هنعمل ندوة يعني مع مركز الشارقة أو معهد الشارقة للتراث هينقشوا قضية وهم اللي منظمين النادوة وإحنا نشارك معهم وإحنا فتحنا لهم بيت السناري لكي تدار النادوة فيها دور التراث دور توثيق التراث في نهضة المجتمعات لأن المجتمعات دايما حاضر وماضي وإنفعش أن انت تقطع الصلة بالماضي قطعا كده لازم يبقى فيه تواصل ما بين الماضي فإحنا عندنا طبعا يعني فيما يتصل بالعلاقات بالعالم عندنا بصراحة علاقات قوية جدا جدا وأنا عايز أطمن الناس اللي هما بيقولوا مكتبة الإسكندرية مات هتتحول إلى أنها تكون عالمية هي عالمية بالفعل مش حد يقدر كده لا هي الناس بتلجأ لها جزء مهم من التاريخ أصلا الناس بتلجأ لها الناس بتيجي أولا بتتفرج على المبنى وبتبقى سعيدة جدا وهي بتشوف المبنى وبعدين بتعرف تاريخها القديم لأن المكتبة الإسكندرية ليست بنت الـ 22 سنة ولا الـ 21 سنة لده هي مكتبة اتعاملت في القرن التالي قبل الميلاد فالمكتبة الحديثة هي إحياء لمكتبة قديمة فنحن نتحدث عن تاريخ ونحن نتحدث عن أن مدينة الإسكندرية هذه كانت عاصمة الثقافة فيما قبل الميلاد وكانت نقطة نور في العالم كله فكل اللي بنعمله نحن نخلي المدينة تبقى كمان من جديد نقطة نور في العالم كله طيب دكتور بتبنى الأمم بالثقافة والوعي وفي ظل عصر الرقمانة المنتشر في العالم كله والعالم كله بيتجه ليه إزاي نقدر نشجع الشباب مرة تانية على القراءة ده سؤال مهم جدا نحن نحتاجين إذا نعمل ثقافة للقراءة وأنا عندي أنا شخصيا اهتمام بموضوع القراءة ده لأن أنا شخصيا من قبل حتى مروح المكتبة فأنا من 18 سنة عندي جمعية أهلية مع جمعية منتدى القراءة يعني بها وعندي مجموعة بنقعد نقرأ كل سبوع كتاب من 18 سنة فأنا شخصيا عندي اهتمام بالقراءة ومن ساعة ما رحت المكتبة وأنا عندي رغبة شديدة جدا في أن نعمل جايزة للقراءة ومصبقة قومية للقراءة في مصر وفعلا خدنا عليها موافقة من مجلس الأمنة وتم اعتمادها وإن شاء الله هنطلق في القريب العاجل يعني هنعمل كذا جايزة من هنا جايزة مكتبة الأسكندرية العالمية جايزة عالمية كده زي نوبل تبقى طلعوا من مكتبة الأسكندرية وجايزة تاني في الأدب وفي العلوم الاجتماعية وفي العلم بشكل عام للشباب بيكتبوا شعر وبيكتبوا رواية ولي بيكتب كتب كتاب مميز ولي بيكتب بيعمل براءة اختراع وكل ده هنعمل له جوائز بس هنعمل كمان جايزة لقراءة والجايزة دي هي أول جايزة هنعلنها يعني يمكن آخر شهر فبراير إن شاء الله هنعلن الجاية الخاصة بالقراءة دي وهنعملها على مستوى وطني قومي بحيث نشارك فيها أكبر عدد وهندخل فيها الرقمانة يعني أنا الطبوح اللي عندي أنه كل حتى الاختبارات اللي تتعامل للناس اللي هيدخلوا في المسابقة كلها تبقى ديجيتال كلها تبقى موجودة يدخل يحل الامتحان ويتم تصحيحه بشكل برضو من خلال الكمبيوتر بشكل مرقمن وبحيث أنه بقاش فيها تدخلات خالص من قبل أي فرد ومن قبل ما فيش فيها مجاملات وإن إحنا يعني نطلع في آخر السنة كده مجموعة من القراء من نصر نقدر نحتفل بيهم ونقدر نعمل لهم احتفالية وكبرى ونديهم جوائز وهو ده اللي يشجع القراءة وننشر كمان كتب رخيصة رخيصة نحن على فكرة المكتبة لا تزعى إلى الربح وذلك هي بتبيع الكتب بتاعتها مش بأرباح يعني تقريباً بتبيعها بسعر التكلفة يعني بتكون طبعاً بسعر قليل وتكون كمان قصيرة بما أن حديك هتحدث عن فكرة عصر السرع بقى دايما الشباب عايزين صحيح طبعاً زي ما انا شايفين وبعدين عاملين في آخر الكتاب لو تبسك الكتاب منهم حديثك هتلاقي في آخر الكتاب كده فيه QR كود الشاب يدخل عليه طلع له فيلم فيلم صغير كده عن موضوع الكتاب فيقدر بقى هو يستلى شوية في الفيلم وبعدين يبص في الكتاب فيقرأ احنا محتاجين شوية ان احنا نتحايل يعني وعلى فكرة انا عايز بس يعني اطمن نفسي واطمن الدنيا كلها ان مصر بخير اللي روح المعرض يعني انا انا رحت اول مبارح هتعرض الافتتاح وروحت مبارح وشوف حجم الشباب والاطفال والأسر اللي موجودة في المعرض يطمئن ان مصر بخير ويطمئن ان الاجيال القادمة الشباب دول اللي احنا في بعض الاحيان بنتكلم عنهم كمان كلام يعني ان هم هيضيعوا ومش عارف الكلام اللي هو بيتقال كده بشكل عامل وكده فيه شباب ما شاء الله يعني وبيقروا وبيشتروا كتب وفيه شباب منهم كمان بيقلفوا كتب طبعا يعني انا كنت رحت الكذا دار النشر من الناس اللي انا عرفهم ودخلت وروحت دار المعارف وروحت دار العين وروحت الهيئة العامة الكتاب وكده وليه الشباب مقلفين روايات ومقلفين دواوين شعر ومقلفين كتب فاحنا عندنا يعني وبعضهم بيقرأ يعني صحيح الاراية ما هيش ثقافة عمومية بحيث ان كل الناس بتيقرأ لا وفي العالم كله ما هي الثقافة يعني السيد اللي بيقرأه بنسب معينة احنا النسبة عندنا قليلة نفسينا نعرضها شوية ونفسينا المؤسسات الثقافية كلها ليست مكتبة الأسكندرية فقط وإنما المؤسسات اللي موجودة والجامعات محتاجين نشتغل ممكن أكتر على فكرة عوامل الجذب خاصة مع يعني العصر السريع اللي احنا عايشين فيه بس فيه رحية فئتين مهمتين جدا مكتبة الأسكندرية كانت مهتمة بيهم ومهتمة انها تجذبهم كمان للقرية أولا الأطفال ثانيا كمان ذوي الهمم طبعا نحن عندنا في قاعة القراءة الكبرى اللي موجودة في المكتبة وهي قاعة من أكبر قاعة في العالم يعني حداشر دور كده مفتحين في بعض كلهم يعني عندنا مكتبة اسمها مكتبة الطفل وهذه المكتبة هي يعني من الساعة ما بتفتح الصبح لغاية ما بتقف الآخر النهار هدفها الأطفال بيجي الأطفال وبيجي حيانا بتيجي معهم الأسر بتاعتهم والمكتبة دي يعني ليست فقط بتشجع الأطفال على القراءة أو الفن كمان عندنا مركز فنون موجود ومبنى خارج المكتبة اسمه مركز الفنون تابع المكتبة بنجيب الأطفال بنعلمهم الموسيقى بنعلمهم الرسم بنعلمهم إزاي يعملوا يعني تماثيل بسامات صغيرة آه في صغيرة داخل المكتبة في القراءة حيانا بنديهم محاضرات وحيانا بنجيب الأباء نديهم محاضرات إزاي يتعاملهم على الأطفال وإزاي زوي الهمم بقى ليهم مكتبة خاصة بيهم في مكان منستابل فيه زوي الهمم ونحاول إن إحنا نساعدهم على إنهم يقرأوا وساعدهم إنهم يتعلموا يتكلموا عظيم جدا يا فنون الناس اللي عندهم يعني مشكلة في المظهر برضو بنخليهم يقرأوا كده فإحنا يعني نتمنى إن إحنا نكون بنعمل الدور أنا ما أحبش دايما أمدح كتير في الحاجة اللي أنا ما أبقى فيها بس نتمنى إن إحنا نكون يعني بنعمل الدور بتاع المكتبة على يعني ما يتمنى المجتمع وما يتمنى نشكر طبعا فقامة الرئيس على دعمه للمكتبة لأنه هو رئيس مجلس الأمنة وهو القائد بتاعنا في مسيرة المكتبة فإحنا بنشكره لكل الدعم اللي بيقدمه للمكتبة وبنشكره على كل الإنجازات اللي بيعملها في المجتمع المصر طيب دكتور أحمد سريعا لو قدام حضرتك كتابين واحد ديجيتال وورقي تفضل أي واحد فيه يعني أنا أحيانا بأقرأ الديجيتال يعني وعن فكرة حتى في و أنا بقلف دلوقتي يعني مش بجيب كتب وحطها قدامي كده أنا بجيب بكتب بس ما بكتبش على الكمبيوتر لا بكتب بإيدي بكتب بإيدي الغد دلوقتي في حد بيساعدني بقى يكتب لي الحاجة ونروح وفتح الكمبيوتر ودور على كتب ديجيتال الأول واجبها وأقرأها ديجيتال وأخذ منها كوتيشنس وأخذ بحضرتك وبعدين أدور بعد كده على الحاجات هل عندي في المكتبة هل في حاجات ممكن بقى فيه كتاب معين لا أجده عارف عنوانه بس مش لقيه ديجيتال فأبحث عنه ورقي ولكن ماذا زال الكتاب الورقي بنحمله معنا في الشنطة وبنسافر به ونعمل ولا ولكن ممكن نحطه على الآيباد برضو بنسافر به يعني فالمستقبل هيفرض علينا الرحلة بكل تأكيد كل شك لك يا فندم حدك شرفتنا ونورتنا الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية شكرا جزيلا لحضرتك لا أعرف لا أعرف لا أعرف